موسيقى أهلا بكم إلى المسائية من الميادين وفي ملفيها لهذه الليلة موسيقى وسط مطالبات باستكمال التحقيق في مزاعم التدخل الروسي ودعوات إلى عزله ترامب يحاول الالتفاف على معارضيه بتعينه مدعيا عاما جديدا ويطالب الإعلاميين والساسة بإنصافه موسيقى لفات ساخنة بانتظار ترامب في جولته الخارجية توسيع الحشد ضد إيران ومستقبل التوازن مع روسيا عصب استراتيجيته في المنطقة موسيقى واشنطن تلوح بالفوضى في فنزولا وبتحويلها إلى سوريا أخرى وما دوروا يحذرها من أي عدوان فهل تسعى لحرب أهلية بعد فشل المعارضة مساء الخير لم يخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استراتيجيات بلاده الخارجية على الرغم من دخوله البيت الأبيض من خارج مؤسسة الحكم التقليدية لكنه فشل حتى الآن في فرض قرارات أساسية كقانون الهجرة والضمان الصحي والجدار على الحدود مع المكسيك أزمات داخلية كثيرة مع القضاء والإعلام وغيرهما فشل في تجاوزها ولم يسعفه قربه من لوبيات الصناعات العسكرية والنفطية أما خارجيا فإن اتهامه بإفشاء أسرار أمام وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف هو ورقة معارضه الأقوى والالتفاف على هجوم معارضه يحاول ترامب تصدير أزمته إلى الخارج ويبدو التحشيد ضد إيران والحرب على الإرهاب وإنشاء ناتو الشرق أوسط حلا ممكنا لأزماته هذا ما سنناقشه في المحور الأول من المسائية أما في المحور الثاني فنناقش المخططات الأمريكية ضد الأنظمة الوطنية في أمريكا اللاتينية ومنها ذنزولا التي اتهمت واشنطن بالتخطيط لتدميرها على النسق السوري أو اتهمت واشنطن ولكن قبل أن ندخل في تفاصيل هذين الملفين نذهب إلى موجز سريع للأخبار مساء الخير نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن قوات التحالف الذي تقوده واشنطن قصفت فصيلا مواليا للجيش السوري بعدما تحرك صوب قوات تدعمها البلايات المتحدة في سوريا ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله إن الضربات وقعت قرب بلدة التنف وإنه لا علم له بوجود عناصر من الجيش السوري ضمن المجموعة المستهدفة ونفذت الضربات بعد طلقات تحذيرية أطلقتها طائرات أمريكية بهدف ردع المقاتلين أفدت مراسلة الميادين بأن 51 شخصا استشهد وأصيب نحو 100 في هجوم لداعش على قرية تعقارب شرق حما الجيش السوري والدفاع الوطني أحمطا هجوم مسلحي التنظيم على القرية وقد حصلت الميادين على مشاهد خاصة من داخلها حررت القوات العراقية حي الاقتصاديين في سحل الأيمن الموصل بعد يوم واحد من تحرير حي الرفاعي فيما تتواصل المعارك لاستعادة حي السابع عشر من تموز من جهتها حررت قوات الحشد الشعبي مطار سهلي سنجار إلى جانب بضع قرى في محيط القيروان غرب المدينة أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير المضرب عن الطعام منذ خمسة عشر يوما عمار قزاز بعد ثلاث سنوات من الاعتقال ويواصل الأسرى إضرابهم عن الطعام وقد أفادت تقارير بتدهور صحة أحمد سغدات ومحمد القيق وأشارت معلومات إلى نقلهما مع عاهد أبو غلمة إلى نفح دعت الأجنحة العسكرية للمقاومة في غزة الشعب الفلسطيني إلى مواجهة الاحتلال على نقاط التماس في الضفة وغزة والقدس يوم غد الجمعة كيوم غضب وأشارت الأجنحة العسكرية خلال مؤتمر صحفي إلى أن خيارات الرد على مواصلة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني متعددة وأكدت استخدام تلك الخيارات في الوقت المناسب شكرا للمتابعة والآن نعود إلى لانا شكرا لك أحمد إذن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجولته الخارجية الأولى اليوم وتتزامن زيارته المنطقة مع مواجهته سلسلة اتهامات في بلاده يواجهها إليه الديمقراطيون على خلفية مزاعمة بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية وفي محاولة منه لتهديئة المعارضين عين ترامب المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI روبرت مولر محققا خاصا للنظري في الاتهامات ما يرزق وكأن جدران البيت الأبيض لا تنفك تنقلب سوادا على سيدها مخطئا كان ترامب لاعتقاده أنه بإقالة مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلن من منصبه سيطوي صفحة مزاعم تدخل الروس في الانتخابات الأمريكية فما لبثت أصابع الاتهام أن انثنت عقب إقالة فلن حتى عادت لتصوب مباشرة إلى المكتب البيضوي بعد استضافته وزير الخارجية الروسي سيرجيل أفراوف وأعلانه انتهاء مهام مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جينس كومي وسط تعالي أصوات الديمقراطيين مطالبين باستكمال التحقيق بمزاعم التدخل الروسي وظهور إشارات جمهورية من قلب الكونغرس تدعو إلى عزل الرئيس أعلنت وزارة العدل الأمريكية تعيين المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولير محققا خاصا للنظر في هذه القضية الرجل الذي يتمتع بمصداقية عالية في الوسط الديمقراطي سيحظى بسلطات واسعة لإجراء التحقيقات صدقا إن كل ما سمعته حتى لحظة هو الكثير من الإشاعات وأنا بانتظار الأدلة والإثباتات ولكن بالنسبة لنا جميعا في الوقت الرهن إن أحدا لم يكن موجودا داخل هذه الغرفة لذا لا أحد يعلم ما هي الحقيقة الآن حان وقت تقديم الإثباتات وأعتقد أن هذا ما يريد الجميع رؤيته على هايلي وغيرها من الذين يترقبون نتائج التحقيق انتظار ما لا يقل عن ثلاث سنوات لمعرفة الحقيقة فالعادة أن تستغرق مثل هذه التحقيقات ما بين ثلاث سنوات وسبع لبلوغ النتائج ثلاث سنوات سيخمد خلالها الجدل السياسي والتراشق الإعلامي الذي وصفه ترامب بالأسوأ تاريخيا ستجدون خلال حياتكم أن الأمور لا تسير دائما بصورة عادلة وسترون أن أمورا تحدث لكم من دون وجه حق عليكم أن تكافحوا لا تستسلموا أبدا انظروا كيف تتم معاملتي خصوصا من قبل الإعلام لا يوجد سياسي في التاريخ عمر بطريقة أسوأ من تلك التي أعامل بها يريد ترامب من الأعلام والساسة انصافا ولعل تعيين الشخصية المستقلة مولر قد يمهد ولو لهدنة في الحرب الإعلامية والسياسية المستمرة منذ إجراء الانتخابات الرئاسية لتستعر عقب دخول ترامب البيت الأبيض ونناقش هذا الموضوع حيث ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأستاذ في القانون الدولي في جامعة جورتشتاون الأمريكية دكتور داود خيرال أهلا بك دكتور ومن واشنطن معنا محرر شؤون الأمن القومي في صحيفة واشنطن تايمز جاي تيلور أهلا بك وسأبدأ معك دكتور خيرال مع هذه الخطوة بتعيين روبرت مولر هل تعتقد أن صفحة استخدام الورقة الروسية تجاه ترامب قد أقفلت أم لا لكي يدرك المشاهد جذور هذه المسألة ولماذا الشكوى من تدخل روسي وسوى ذلك برأيي الذين عمدوا إلى هذه الوسيلة يريدون استغلال المشاعر السلبية لدى المواطن الأمريكي التي تراكمت منذ الحرب العالمية التانية وخلال الحرب الباردة بإظهار السوفييت والروس بأنهم أعداء الأمريكيين أنهم لا يؤمن لهم وسوى ذلك يعني كل ما هو سلبي بالنسبة لروسي ولا تزال هذه المحاولات للفصل بين الدولة لعدم تمكين روسية بأن تنطلق كما تشاهد ماذا في الولايات المتحدة ينظر على روسيا كأنها اتحاد سوفييتي الشعب الأمريكي لديه شعور سلبي تجاه الشعب الروسي بشكل عام حاولوا تغيير هذه الصورة النمطية لفترة بسيطة هي فترة يلسن بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وجاء السكير يعني كانت فترة خسخصة الروسية ومحاولة سيطرة الولايات المتحدة عليها حتى جاء بوتين للحكم واستقل برأيه واتخذ مدهجا مستقلا يعني خرج عن بيت الطاعة الأمريكي ثم فاستعادوا العداء هالعداء هذا هو ما يبرر مواقف مستمرة والإعلام يلعب دور هائل في تنمية هذه الصورة الآن ماذا يريدون يعني الذين يدعون ذلك يريدون أن يثبتوا برغم أنه طالما أن الشعب الأمريكي غير مستعد لقبول نصائح روسية في أحد استطلاعات الرأي سؤال مواطنين سؤال أحد المواطنين الأمريكيين هل تعتقد أن روسيا أثرت في نتيجة الانتخابات هذه بعض الانتخابات فورا قال حتما اتصل بفليت أمير بوتين شخصيا وأقنعني بمن يجب أن يهزب رأسه ظلماشي يعني حتى بعض العقلاء الأمريكيين يدركون أن هذه أسطورة خاصة أنه في سلوك الولايات المتحدة لو طبقنا نفس المعايير التي تطبق في الولايات المتحدة على لبنان وتدخل الطرف الأمريكي في الحياة السياسية الداخلية لا دخل نص مسؤولين للسجن يمكن أن نطرح رضي بأي مهم في معايير بالفعل تدعو إلى التردد للارتباك للتساؤل فالهدف من هذه القصة الاتكال على المشاعر الشعبية السلبية المتجذرة لخلق صورة تقول أن ترامب قام بما هو مخالف للقانون وما يبرر على الأقل إرباك وربما جروا إلى دكتور خيرالة تعلم نحن نقشنا هذا الموضوع أكثر من مرة في المسائل لكن أشكرك على الإضاحة بطريقة مختلفة في الواقع لم نعهدها قبلا من ضيوفنا وهذا أيضا ما سيدفعني للسؤال لك سيد تيلور هذا الاستغلال لروسيا لما تمثله كما قال دكتور خيرالة روسيا بالنسبة للشعب الأمريكي إلى أين سيستمر مع هذه الخطوة التي قام بها ترامب الآن يعني هل مسألة تعيين محقق ستنهي هذا الجدل ستحد منه وستنقله إلى ملعب آخر إلى ملعب جمع الأدلة ربما أعتقد أن ذلك سيعتمد على ما يركز المدعي الخاص روبرت مولر عليه في تحقيقه نحن نشهد على تطور سريع الواتيرة في هذه المرحلة الجميع تفاجأة في واشنطن للسرعة التي جارت تعيين مولر فيها من داخل وزارة العدل وليس من جانب إدارة ترامب مباشرة بل بعض المسؤولين في وزارة العدل هم كانوا أصحاب السلطة لتعيين مولر وبالتالي لا نعرف بعد إن كان سيركز تحقيق الاف بيك آي على التدخل الروسي المزعوم في انتخابات العام 2016 من حيث الشكل أم سيركز على مدى تقارب الحديث بين مسؤولي حملة ترامب والمسؤولين الروسيين ومعرفة ربما المسؤولين في إدارة ترامب بأي تدخل محتمل روسي أم ربما يركز مولر تحقيقه على مسائل أكثر عمقا لها تدايعات كبرى في واشنطن وقد تؤدي في الواقع إلى دفع سياسي شديد يؤدي بالإطلاحة بالرئيس ترامب وبالتالي يجب أن ننتظر لنرى إن كان الرئيس بحديثاته منذ ثلاثة أشهر قد عمد على إعاقة التحقيق الفدرالي من خلال تسريح رئيس الاف بي آي جيمس كولمي أو من خلال مؤسسة الضغط على جيمس كولمي بوضع حد لتحقيق الاف بي آي فيما يتعلق بالتقارب المفترض بين حديث مسؤولين في داره ترامب ومسؤولين الروس زعمة أنهم تدخلوا في الانتخابات لا شك في أن هناك الكثير من الإدعاءات والكثير من التساؤلات لكن هذه التساؤلات تحوم فوق واشنطن وقد تنجلي في خلال أي أيام فنحن ننزل في فترة النهار هنا ولكن يجب أن نرى أن نرى ما سيركز مولر عليه خلال الأشهر القليلة المقبلة ما هو نطاق هذا التحقيق طيب في نفس الإطار هناك قضايا عدة أثارها الرئيس الأمريكي إذن ترامب منذ انتخابه ما العلاقة مع روسيا وسائل الإعلام إلى نظام أوباماكار وصولا إلى حركة الاستقالات والإقالات في إدارته نشاهد كثيرة هي الملفات المثيرة للشدل التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ دخوله البيت الأبيض العلاقة مع روسيا وعلامات الاستفهام حول طبيعتها قد تكون أكثر إثارة للخلاف أخيراً وخصوصاً فيما يتعلق منها بإفشاء ترامب معلومات بالغة السرية لوزير الخارجية الروسي سارجي لافروفا لكن هذه العلاقة الملتبسة تمثل حلقة من سلسلة قضايا أحدثت انقساماً داخل الإدارة الأمريكية نفسها فضلاً عن مجمل ساحة السياسية في الولايات المتحدة بعد أسبوع واحد فقط على تنصيبه أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يمنع بمجبه المسافرون من سبع دول غالبية مواطنيها من المسلمين إضافة إلى جميع اللاجئين من دخول الولايات المتحدة لفترة معينة أحدث القرار فوضى ولخطاً وأثر الغضب حول العالم نكسات عديدة تعرض لها ترامب منذ بداية عهده أبرزها عندما أفشل نواب جمهوريون جهوده لإلغاء نظام أوباما كاير الصحي ما اضطره إلى سحب مشروع القانون قبل التصويت عليه بقليل ما عرقل تحقيق وعده الرئيسي خلال حملته الانتخابية بتفكيك نظام سلافه باراك أوباما للرعاية الصحية كذلك دخل موضوع تمويل الجدار الذي يريد ترامب تشيده على الحدود مع المكسيك في صلب المفاوضات حول الموازنة في الكونغرس الأمريكي بعدما رفضت المعارضة الديمقراطية رفضا تاما التصويت لمصلحة تمويل هذا المشروع إدارة الرئيس الأمريكي شهدت أيضا حركة استقالات وإقالات منذ شهرها الأول في البيت الأبيض أولاها إقالة وزيرة العدل بالوكالة سالييتس وآخرها إقصاء جيمس كومي من منصبه كمدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يحاول ترامب دائما التقليل من حجم الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها لكنها مهمة تبدو صعبة وخصوصا مع مواصلته الهجوم على وسائل الأعلام التي وصفها غير مرة بغير الأمينة ولا تنقل الحقيقة بشأن إدارته إذن هذه كانت نظرة عامة على التحديات التي واجهت دونالد ترامب منذ استلامه الحكم إلى اليوم ولكن في موضوع العلاقة مع روسيا دكتور خير الله نستطيع أن نفهم أن أي خرق في تطوير هذه العلاقة أو تحسينها أو تغيير مسارها هو ممنوع داخل الإدارة الأمريكية حتى لو الرئيس يريد ذلك خلال الحمل الانتخابية وقبل الحمل الانتخابية كانت سياسة أوباما تتجنب التقارب مع الروس يعني كان فيه محاولة لاستمرار سياسة استعداء روسية طالما روسية تتصرف بشكل مستقل فالطرف الديمقراطي كانت كذلك السيدة كلينتون تستعد روسية بشكل شرس وبدأت اتهامات إلى حد ما واعتبار ترامب خطير عندما قال أنني أود محاربة الإرهاب بشكل جدي ولا أرى مبررا لعدم التعاون مع روسية في سبيل ذلك وقال كذلك أنا لا أرى مصلحة أمريكية في تغيير الأنظمة لأن في هذا التغيير مجال للفوضى ولنمو الإرهاب من هنا بدأت الحملة على ترامب عندما دخل البيت الأبيض ولم يتوقع الكثيرون أنه سيدخل البيت الأبيض ازدادت الحملة وبدأوا ينظرون إلى هذا الباب طريق لإرباكه لربما إيجاد بعض المسائل التي يمكن أن توصله إلى عزل لأن هذا هو هدف هذه الحملة لذلك قاموا بأشياء خاصة الدور الذي قام به الإعلام يعني الإعلام الأمريكي في الغالبية الساحقة كان ضد ترامب ولا يزال المرة الوحيدة فضائية مثل السيئان أن مثلا وصحفي محترم مثل فريد زكريا يقول أن الآن لدينا رئيس متى عندما ضرب حيرات يعني الموقف الديمقراطي الموقف بعض فئات الدولة العميقة في الولايات المتحدة في استمرار بالاستعداء السورية يبدو أن ذلك واضحا بدأ بمحاولة تطويق روسية من خلال جورجيا بالأول وبعدين عملية جزيرة القرم المهم الاستمرار في هذه السياسة يبدو أنه الشأن المرض عنه من قبل بعض الأطراف النافذة في الحكم ويشعر ترامب بالنوع من الإرباق عن جد أن ما قال به وما دفعه وما دفع بعض الناخبين للإتيام به إلى البيت الأبيض هذا ما سأسأله لسيد تيلور أن الملفات التي وعد بها فيما يتعلق بالمهاجرين فيما يتعلق بالاقتصاد بالكثير من الأمور الأخرى لم يستطع أن ينفذها لغاية الآن هل برأيك هذه الحالة ستستمر طيلة الأربع سنوات مع دونالد ترامب سيفشل في خرق الحواجز التي تبنيها له المجموعة داخل الإدارة الأمريكية أعتقد أن الوقت لا يزال مبكرا في إدارة ترامب لكي ندفن هذه الإدارة من المهم كذلك وهنا أود أن أرد على الضيف الكريم في الاستوديو في حين أننا عرفنا بالطبع عداوة حقيقية خلال حكم إدارة أوباما تجاه روسيا لسيمة على ضئ محصرة في القرم وفرض العقوبات على روسيا بعد ضم هذه الجزيرة من جانب روسيا إدارة أوباما انتهجت بعدها مقاربة ثنائية تجاه روسيا ووزير الخارجية السابق جون كيري اجتمع على الأرجح بوزير الخارجية الروسي لفروف بالقدر نفسه الذي اجتمع به مع أي وزير الخارجية لأي بلد إذا ما عدنا لحسيرا نيونيو من العام 2016 منذ سنة لا أعرف كيف غفلت وسائل الأعلام الأمريكية عن ذلك إلا أن إدارة أوباما أطلقت سياسة لمشاركة المعلومات الاستخباراتية مع روسيا حول تحركات داعش في سوريا وهذا كان نتيجة غياب أي استراتيشية واضحة لإدارة أوباما في سوريا ولكن رغم ذلك بقى تصنيف روسيا إذن فقط أود أن أكمل المسألة هي أننا الآن الرئيس ترامب لم يقم بالكشف عن أي معلومات استخباراتية عن داعش ونشهد على هستيري حقيقية في الأعلام الأمريكي حول ما حصل لابد أن ننظر إلى السياق الأشمل وكيف حصلت الأمور نعم كنت أقول بأن تعليقا على الجملة التي قلتها فيما يتعلق بروسيا كان هناك تنسيق ربما في بعض الملفات خصوصا في سوريا تعاون أو درء لبعض مثلا نذكر عندما كان هناك المسألة الكيميائية في عام 2013 لكن في المقابل كان الخطر الروسي هو دائما في خطابات باراك أوباما الأول يعني الروسيا تشكل الخطر الأكبر بالنسبة للمتحدة الأمريكية كان هناك بعض التقارب عندما يقرب الخطر يعني عندما أصبحت الطائرات الروسية بمحاذاة الطائرات الأمريكية والحلاب أمريكا في السماء السورية كان هناك اضطرار لنوع من التعاون ثم بأوباما كان يدفع إلى هذه السياسة إلى حد ما لأنه عقلانيا كان يحاول تجنب الصدام العسكري يحاول تجنب استعمال العنف وقد نجح في تجنب ضرب سوريا وهذا المأخذ الأساسي على السياسة لأوباما لكن بشكل عام أبقى على نوع من المسافة استعداء روسيا يجب أن لا يترك بوتين وأن تترك روسيا أن تنطلق حرة وأن تستعيد قوتها ومرجعيتها وكذا في العالم هذا هو الثابت وهذا ما يحاولون بالنسبة إلى ترامب ترامب أدرك أن هناك أخطاء وهناك تنقضات هائلة نريد القضاء على الإرهاب لأنه يشكل تهديدا للعالم بأثره بالمطلق ولا يمكن القضاء على الإرهاب دون التعاون مع الفئات التي تحارب الإرهاب بفعالية من هنا قال لا يجوز ليس من مصلحة الولايات المتحدة التغيير الأنظمة من هنا قال لا أرى مبررا لعدم التعاون مع روسيا ببلوغ ذلك هذا من جهة كل ما قال به وما حمله إلى البيت الأبيض تراجع عنه أو يبدو بحالة تراجع عنه ويدفع الثمن بالنسبة لمؤيده بهذا الموضوع وبالنسبة لخصومه من الناحية الثانية سنتحدث الآن أيضا عن بعض آخر للمسألة هي الجولة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي الجولة الخارجية الأولى له إذن منذ توليه منصبه والتي تبدأ في السعودية وإسرائيل ومن ثم بريكسال وروما للقاء البابا تسابق تطورات سياسية والأمنية الساخنة في المنطقة وتتضمن ملفات تمس مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي ومواجهة إيران وتطلعات حلف الناتو لدور أمريكي فاعل تجاه روسيا خلف شعارات التسامح الديني التي بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل جولته الخارجية الأولى تتراكم ملفات سياسية وأمنية واقتصادية ساخنة لا بل إن بعضها يصل درجة الغليان لكونها ستمثل عصب استراتيجية الولايات المتحدة في المقبل من الأيام في السعودية وبعد القواعد التي أرسيت في لقاء وزير الدفاع محمد بن سلمان وترامب سيكون العنوان الأبرز إنشاء تحالف قوي ضد التطرف والإرهاب وتكثيف الحرب ضد تنظيم داعش وحجد المنطقة ضد إيران بحسب مذاكرات نيويورك تايمز لكن الصحيفة تعلم مع غيرها من وسائل الإعلام أن إيران ومن ثم سوريا في صلب أهداف التحالف المنوي إنشاؤه أهداف تتناغم مع استراتيجية إسرائيل التي تتسع أرضيتها المشتركة مع بعض دول الخليج في إسرائيل سيواجه ترامب ضغطا غير مسبوك لتصعيد سلبيته اتجاه الاتفاقية النووية مع إيران إسرائيل مستعدة لدفع الثمن بالتساهل مع المطالب الخليجية بخصوص العلاقة مع الفلسطينيين ومستقبل عملية السلام على وقع تراجع عداء دول خليجية وازنة لإسرائيل الطبق الرئيسي في بروكسل سيكون مستقبل التوازن مع روسيا ولسيما أن دولا وازنة في الاتحاد الأوروبي تميل إلى الاعتقاد بمهادنة ترامب لموسكو وبالتالي يعتقد بعض الخبراء في العلاقات بين الطرفين بحصول نقاشات ساخنة فيما خص مستقبل الناتو وكيفية دعم أوكرانيا ودور واشنطن في مواجهة ما يسميها سقور العاصمة الأوروبية طموحات الرئيس الروسي في قارتهم سيد تيلور عندما استلم بارك أوباما ولايته أسانية ذهب إلى القاهرة وخاطب العالم العربي والعالم الإسلامي بخطاب أمريكي جديد وقتها وقال أنه سيفتح صفحة جديدة وإلى ما هناك الآن هذه الزيارة لدونالد ترامب برأيك ماذا يريد أن يفتح دونالد ترامب؟ هل يريد أن يفتح صفحة جديدة؟ أم يريد أن يتابع ما رسمه أوباما؟ أم ماذا؟ سيكون من المثيل الاهتمام أن نتابع زيارة ترامب إلى رياض فمن المفارقة أن الخطاب الأهم لأوباما خلال زيارته الخارجية أولا كنا في القاهرة وأعتبر ذلك محاولة من جانب الرئيس الأمريكي لتحفيز الروح الديمقراطية على مستوى الناشطين الشباب في الشق الأوسط ومن المفارقة ما يحدث اليوم وما سيفعلها أن أرجح الرئيس ترامب في الرياض وهو الاستفادة من هذه السيارة في محاولة لإعادة التأكيد على المكانة والموقف الأمريكيين في المنطقة قبل دورتي الرئيس أوباما في الحكم وبالتالي الرئيس ترامب اختار الرياض أولا في حركة رمزية الهدف منها هو الابتعاد عن أي تقارب ديبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والعودة إلى توطيد التحالف الأمريكي في السعودي ولذلك أعتقد أنه قد اختار الرياض أولا وذلك يرتبط كذلك برغباته في الحصول على مزيد من الاستثمارات الأجنبية من جانبها السعودية ما تحدث عنه ولي العهد خلال زيارتها الخاصة إلى واشد منذ قرابة الشهر من الزمن حيث تم الحديث عن استثمارات تفوق المئة مليار دولار الأمريكي إلى شانبه صفقات كبرى لبعي الأسلحة الأمريكية وإدارة ترامب قد وافقت عليها بالتالي لا شك في أن هذه الحركة الأولى هي رمزية بامتياز دكتور خير الله يعني انتلاقا من ما ذكره سيد تيلر فيما يتعلق بالاستثمارات والأموال هل تعتقد أن هذه الزيارة هي فعلا لتأكيد شراكة مع السعودية أم لفقط فيها مصلحة اقتصادية ومالية لترامب في هذا الوقت؟ الرئيس ترامب هو رجل أعمال بالدرجة الأولى وهذا ما يعتبر أنه يتقنه وأنه يريد أن يطبق ذلك على إنجاح يعني يريد أن يعمل الولايات المتحدة كلا مشروع تجاري لكن لهكذا طموح حدود أنا بتصور ما سوف يقوم به بالسعودية وما يدعو إليه من نوع من حلف أطلسي عربي الهدف منه استعمال السلاح الأفتك والأفعل وهو السلاح الطائفي تجذير السلاح وإعطاء السعودي دور في قيادة حملة على إيران وخلفاء إيران وسوى ذلك من هنا أرى المصلحة الإسرائيلي الأبرز والأفعل في سلوك ترامب قد يكون له مصالح تجارية وقد يصل إلى هذه المصالح لأنه يمكن للحكم السعودي أن يستعد لتلبية أي حاجة يشعر بها يعني إسرائيل مستفيدة من زيارته إلى الرياض وإلى تل أبيب أنا برأيي بالدرجة الأولى المستفيد الأكبر تل أبيب لا أشعر أن الولايات المتحدة مصلحة أمنية أو اقتصادية أو سوى ذلك في أن تستمر تجذير الحرب خاصة أن الولايات المتحدة تدعي أن بدأت حارب الإرهاب رايحة على دولة يعتبر المسؤولون الأمريكيون من إدارة أوباما قبل وبعدها أنها منبع الإرهاب ويتبنون قانونا لمعاقبة السعودية لأنها راعت الإرهاب الذي أضرب الولايات المتحدة ولكن الآن نسكت عن كل ذلك ونعتبر أن الإرهاب شيء تاني فأرى مصلحة إسرائيلية أساسية والتعثير الأكبر غيبوبة عربية هايلي خاصة بين النخب العربية هون التعثير سيد تايلور سؤال الأخير لك هو عن مرحلة ما بعد هذه الزيارة طبعا مبكر جدا الحديث عن ماذا سينتج عنها أو ليس مبكر ربما قد تخرج مواقف توضح ما سيكون شكل المرحلة خصوصا فيما يتعلق بإيران برأيك أن المرحلة المقبلة ستكون فيها تصعيد أكبر ضد إيران سيستخدم فيها الكثير أيضا من المال العربي السعودية ستكون أيضا رأس حربة لمواجهة إيران في المنطقة أعتقد أنه يجدر بنا أن ننتظر لكي نرى كيف تستجيب طهران لزيارة ترامب إلى المنطقة وإلى الرياض تحديدا فتوقيت الزيارة مثير للإهتمام حيث أن زيارة تندرج في سياق مرحلة تغييرية داخل إيران وعدم يقين سياسي حيث نحن نقاب قوسين من الانتخابات وبعد هذه الانتخابات سيكون ترامب قد وصل إلى الرياض أما بالنسبة إلى هذه الزيارة وإن كانت ستفضل إلى أي تبدلات جذرية يجب أن نعرف كذلك أن السعودية تحاول أن تطلق هذا التحالف بين دول الخليج العربي ودول العربية الإقليمية ووصولا إلى المشرق وحتى المغرب العربيين منذ وقت طويل وقد تبلور ذلك مؤخرا من خلال محاولة الرياض لتعزيز دور مجلس تعاون الخليجي ومن خلال ترأس السعودية لهذا المجلس وقد تحدث البعض ربما عن تحالف بين حلف شمال الأطلسي وبين مجلس تعامل الخليجي وهذا يشكل بصيغة مختلفة عن الدعوة السعودية التي تكررت منذ عشر أو خمسة عشر عاما ولكن بغلاف جديد مع وصول رئيس جديد إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية هل سيدعم ترامب أم ذلك أم لا؟ يجب أن منتظر لنرى لقد سمعنا تردادا للأسطوانة نفسها من جانب المسؤولين الأمريكيين لكن الأمر لم يتحقق بعد إضافة إلى أن نتساءل عن جذور هذه الفكرة فهذه هي الفكرة هل انطلقت في القاهرة أم أطلقها السعوديون بداية أم هي مسألة روشت لها إدارة ترامب بكل حال من الأحوال المهم هو أننا شهدنا على زيارات متتالية من جانب قادة السعوديين مختلفين منذ تولي ترامب للرئاسة وتم تعيين سفير سعودي جديد في واشنطن وعلى مر هذه الزيارات المختلفة والقادة السعوديين قد اجتمعوا على هامشي هذه السيارات وعلى صحفين مختلفين في واشنطن وتحدثوا عن حماسهم الكبير لوصول ترامب إلى السلطة فهم قد حصلوا منه على الكثير من الوعود وحصلوا على الوعود من الكثير من المسؤولين في إدارته ومن وزارة الدفاع مفادها أننا سنشهد على عصر تحالف جديد وتبادل كبير للاستخبارات والتنسيق العسكري وهذا سيتبلول أكثر في ظل حكم إدارة ترامب مع التركيز بشكل أساسي على تقزيم إيران أكثر وقدم أضافرها في الشرق الأوسط شكرا لك سيد جاي تيلور المحرر في شؤون الأمن القومي في صحيفة واشنطن تايمز كنت معنا من واشنطن دكتور خيرالة ستبقى معنا في المحور التالي سنفتح فيه الموضوع الفنزولي لنبتعد عن شأن الأمريكي لأن هناك اتهامات أمريكية بزعزعة أمن فنزولا بعد الفاصل مشاهدين أبقوا معنا هلا بكم من جديد إلى المسائية في اتصال غدا تدعوة الأمريكية إلى مناقشة الوضع الفنزولي في مجلس الأمن أجل رئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفنزولي نيكولاس مادورو اتصالا هاتفيا بحثا خلاله العلاقات السنائية بين البلدين أنتقة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أكدت أن روسيا ستساعد فنزولا على تطبيع الوضع الداخلي إذا طلبت كاركاس ذلك وعلقت زخاروفا على دعوة المناقشة الأمريكية في مجلس الأمن بالقول أن الوضع في فنزولا لا يهدد السلم والأمن الإقليميين إلى ذلك اتهم وزير الدفاع الفنزولي المعارضة بالسعى إلى تحويل فنزولا إلى سوريا أخرى وولاية تشير إلى حلب جديدة يأتي ذلك بعد رفض الفنزولي لمناقشة أزمتها في مجلس الأمن المعارضة الفنزولية تحول ولاية تشير إلى حلب أخرى هو اتهام وجهه وزير الدفاع الفنزولي لها يؤكد فلاديمير لوباز سعي المعارضة بدعم خارجي لتحويل فنزولا إلى سوريا أمرت بنقل ألفين جندي وستمائة من ضباط العمليات الخاصة فهم يسعون لتحويل فنزولا إلى سوريا وتشير إلى حلب نحن نحذرهم من أننا لن نسمح بإغراق البلاد في الفوضى هذا الاتهام متزمن مع رفض فنزولا محاولات الولايات المتحدة طرح أزمتها أمام مجلس الأمن سفيرها لدى الأمم المتحدة رفيان راميرز قال أن الوضع في بلاده شأن محلي متهماً واشنطن بتشجيع العناصر العنيفة داخل بلاده في مسعى لإضاحة حكومة الرئيس نيكولاس مادورو كلام راميرز قابله تحذير أمريكي من تدهور الوضع في فنزولا وتحوله إلى صراع شبيه بما يحدث في سوريا وجنوب السودان منذوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة قالت إن الأمور تتجه نحو الأسوأ الوضع يتجه نحو الأسوأ ونحن نحاول القول إنه من الضروري أن يقول المجتمع الدولي احترموا حقوق الإنسان الخاصة بشعبكم وإلا فإن الوضع سيسير في اتجاه سبق الرأينا آخرين كثراً سلكوه ومن أروقات مجلس الأمن الذي يتناول الوضع في فنزولا للمرة الأولى إلى الشوارع التي لا تزال تشهد مواجهة عنيفة بين القوات الأمنية والمعارضة حيث أعلنت الشرطة الفنزولية ارتفاع عدد ضحايا المواجهة إلى 43 منذ بداية الاحتجاجات كما أكدت نهبا نحو 20 محلاً تجارياً ودراماً نري في مبنيين للشرطة ومهاجمة موقع للجيش في ولاية تشيرة قرب الحدود مع كولومبيا وننقش هذا الموضوع حيث ينضم إلينا الآن من كراكاس من العاصمة الفنزولية النائب السابق في البرلمان الفنزولي ورئيس الاتحاد الأندية والمؤسسات العربية أيضاً في فنزولا سيد عادة الصغير أهلاً بك هل فعلاً الوضع يتجه إلى الأسوأ كما قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن وهل نحن أمام سوريا أخرى في فنزولا؟ طبعاً الولايات المتحدة يعملون في هذا الاتجاه يحاولون إلى أخذ فنزولا إلى وضاع أزمة أفعاد وأكبر يجب أن أذكر بأن المظاهرات التي تحدث على شبيل المثال في كراكاس تحدث بنسبة بحدود 10% من العاصمة كراكاس وهذه المظاهرات تحدث في أماكن الأغنياء يعني مناطق الطبقات العليا والوسطى في فنزولا بشكل عام لا تحدث هذه المظاهرات على سبيل المثال في المناطق الشعبية يعني المناطق الشعبية التي تمثل غالبية الشعب الفنزولي يعني يرفضون هذه التحركات والأعمال الإرهابية التي تحدث في المناطق الأغنية إذا تتونس بكاميرا إلى كراكاس تترون بأن التكسير والشعب والحرف كلها الأمور تحدث في أماكن فقط في أماكن الأغنية في فنزولا لا شك أن الولايات المتحدة تحاول عن طريق وكالات الإعلام أن ترسم صورة خاطئة بما يحدث في فنزولا ويجب أن أذكر شيء آخر في الفترة الأخيرة يعني صار في هناك نوع من الإجراء فحص بالنسبة لأراء الشعب في فنزولا أكثر من 59% يرفضون العمل والاعتراف بالأحزاب السياسية كل لا أقول فقط لهذا أو لهذا لا 59% من الشعب يرفض ويطالب بأن يكون هناك محادثات وتقارب لحل الأمور بطريقة دكتورية ما لا تريده المعارضة سأعود وأرحب معنا بسيد جاي تيلور ستبقى معنا لنسألك عن مسألة تدخل الولايات المتحدة الأمريكية هل ترى ذلك؟ هل ترى أن فعلا هناك محاولة أمريكية لتحويل فنزولا إلى سوريا أخرى؟ قطعا أعتقد أن الريف المتحدة الأمريكية تحاول أن تتصرف بحذر شديد لا سيما بعد محاولة الانقلاب التي حصلت كما أعتقد في 2002 ضد القائد السابق شافيز ووقتها جرى تصوير هذه المحاولة على أنها من التصميم وإدارة وكاة الاستخبارات الأمريكية المركزية ومنذ ذلك الحين انتهجت أمريكا سياسة الابتعاد والنائب النفسها ما يحدث هناك على رغم ما يحاول أن يصوره البعض واليوم يتم تصوير ربما الأمر بطريقة مختلفة في وسائل الإعلان الأمريكية من نسبة إلى استلاء المتظاهرين على بعض الأحياء في كاركاس لكن يجب أن ننظر ليس فقط إلى موقف الحكومة الأمريكية بل أيضا إلى موقف الشركات النفطية الأمريكية وهذا الموقف يظهر أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى حتى اليوم الوجهة الأولى للصادرات النفطية الفنزولية وبين 10 و 12% من كل النفط الذي يصل إلى أمريكا يأتي من فنزولا ولذلك شهدنا على تنامي شعور الأحباط لدى الشركات النفطية الأمريكية لأن الرئيس الفنزولي السابق هوغو تشافاز قد قرر تأميم عمليات استخراج النفط وتصدير النفط في فنزولا العمليات التي كانت تقوم شركات أمريكية بإدارتها في السابق بالتالي يسود شعور عام بالعداوة حيال حكومة مادورو وهذه الفوضى التي تحدث لكن ليس أكثر من تلك وإذا ما ردنا أن نفهم حقا الهدف بالنسبة إلى واشنطن حول ما يحدث في فنزولا فهو منع حصول عدم استقرار تام هناك الكثير من الانشغالات بالنسبة إلى قدرة منظمة الدول الأمريكية على وضع حد للنقص الغذائي في البلد وإطلاق قافلة الحوار السياسي أمريكا مثلا لا تريد أن تظهر وأنها تتلعب بالوضع بالتالي بالنسبة إلى تحديلي واضح الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول بطريقة فاعلة أن تبث عن عدم الاستقرار في هذا البلد نعم شكرا من جديد سيد جاي تيلر محرج شؤون الأمن القوم في صحبة واشنطن تايمز عندي ماميك لنا إذن من واشنطن توافق على هذه الرؤية أن ليس هناك مصلحة للولايات المتحدة في إحداث قلق أو لا أنا أرى أنه الفنزولا تشكل جزء من الحديقة الخلفية للولايات المتحدة لو لا إسرائيل في هذه المنطقة لكان تعامل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بعامة مع العالم العربي بشكل خاص مختلف كليا لأن لا مصالح لها جوهرية هنا هناك بالولايات المتحدة في مصالح اقتصادية ثم أن تخلق فنزولا وضعا في القارة الأمريكية الجنوبية نوع من الاستقلال عن الإرادة الأمريكية نوع من الخروج من بيت الطاعة الأمريكي هذا يشكل سابقة خطرة للولايات المتحدة هل باستطاعة الولايات المتحدة أن توقظ هويات فرعية كما تفعل هنا بحيث يقتتل الشعب الفنزولي هناك مشاكل داخلية لا شك بذلك هناك فساد بشكل متفشي وبالفعل مؤثر وهو المانع من تطوير بعض المؤسسات والخروج ثم هناك عناصر أخرى مثلا هبوط أسعار النفط كان ضغطا هائلا على الاقتصاد الفنزولي وزاد في النقبة والحاجة وإلى آخره وجعل من الحكومة تقصر في الاستجابة لبعض المطالب الشعبية يعني وضع فنزولا مهم بالنسبة للولايات المتحدة لكن لا شك أن هناك علة داخلية على النخب الفنزولي على الشعب الفنزولي أن يتولى تجاوز التحديات والتغلب عليها ثم يبني بيته سأسأل ذلك إلى سيد عدل صغير أنت تحدثت عن وجود أيدي خارجية ولكن أيضا مسألة داخلية هي مسألة هامة وتؤجج الوضع بشكل كبير هل من خطة واضحة لمواجهة هذه النقمة الشعبية؟ لدى الرئيس مادورو طبعا المشاكل الاقتصادية صارت علينا بشكل كبير وبشكل خاص لاعتماد الخارجي وخصوصا بموضوع المأكلات وموضوع كل ما يتعلق فيه وموضوع ما يتعلق في الانتاج المحلي الخطوات التي تقدمها والاختراحات التي يقدمها تقدمها الحقوق المدورو حقيقة أننا لدينا وش ترعي بالنسبة للموضوع بأنها لا تتوافق وحقيقة الأوضاع في فنزولة وهناك اتصالات دائما لتغيير هذه السياسة وهناك اقترحات قدمت نتوقع فيه الأيام المقبلات يعني تأخذ بعين الاعتبار من أجل وضع حل لموضوع الاعتماد على ذات داخل فنزولة لا شك أنه الولايات المتحدة في الوقت الحالي ستحاول أن تلعب بكل أوراقها في فنزولة وخصوصا هناك شغوك بأنها أدخلت خلايا يعني هناك عنا نسبة كبيرة من الحرف الوطني الجيش الذين أطلق عليهم رصاص يعني رصاص ومن مسافات بعيدة هذا يدل عن وجود قناصين يطلقون الرصاص على الجهتين على المعارضة وعلى الحكومة لخلق البلبلة بين الجهتين هذه عملية نفط الطريقة التي استعملت في أوكرانيا واعترفوا فيها حتى القيادين الأوروبيين حول الموضوع واعتبروا كان غلط كبير لأنه رأينا ما حدث في أوكرانيا بعد ذلك تقسيم بنزولة كمان ضمن المخاططات المركانية هذا موضوع حتى يدرس في المدارس الولايات المتحدة يعني تقسيم بنزولة تقسيم الأمازون بشكل خاص للنسبة العالية التي تمثل بالنسبة لموضوع الغنى الموجود في هذه المنطقة فقط إذا أقول لك بأننا في العام تفوقنا على السعودية بالنسبة للإحتياط النفط العالمي يعني السعودية تتكلم عن 240 ألف مليون برميل نحن اليوم نتكلم بحدود 268 ألف مليون برميل احتياطي نفط يعني هذا يشكل لشك وهدف كبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية شكرا لك سيد عادل صغير نائب السابق في البرلمان ورئيس الاتحاد الأندية والمساة العربية كنت معنا من كاركاس الآن سنشاهد في قراءة عن الأزمة في فنزولا إلى أين تتجه وهل سنشهد سوريا ثانية ولكن بنسخة لاتينية جراسيا بيطار تطلب الولايات المتحدة فتطاع يكفي أن يعتلي من دبوها المنابر ليذكروا بأن بلادهم هي المدافع الأول عن حقوق الإنسان في العالم حيثما تشاء طبعا حتى يلبي مجلس الأمن ويلتأم سريعا احترموا حقوق الإنسان وإلا معادلة وإلا هذه هي في صلب السياسة الأمريكية من سوريا ودول المنطقة إلى العاصمة الفنزولية كاركاس والدليل أن المندوبة الأمريكية لم تتنكر لذلك بل قالته من دوني مواربة في معرض تحذيرها مما سمته تداعيات عدم الاستقرار الخطير في فنزولا وتحوله لوضع مماثل لما يحصل في سوريا وجنوب السودان وكوريا الشمالية وبورندي وبورما فهل نترقب المسلسل الأمريكي نفسه الذي نشهده في سوريا أيضا في فنزولا ولكن بنسخة لاتينية هذه المرة نسخة تستخدم فيها كل الأدوات من معارضة ومافيات واقتصاد ونفط قد يبدو سؤال العارف لأن محاولة أمريكا الحثيثة لاستعادة حضائقها الخلفية أو ما تعتبرها كذلك ليست والدة اليوم بل ما بات يميزها هو مثابرتها بالمعنى السلبي للكلمة من جهتها تحاول فنزولا أن تقفل باب رياح التدخل الخارجي نيكولاس مادورو وبعد مرور خمسة أسابيع على اندلاع التظاهرات يمدد حالة الطوارئ في البلاد للمرة السابعة وأما على كتف كولومبيا جارة فنزولا وحليفة واشنطن فيأمر بنشر 2600 جندي في ولاية تدشير الواقعة غرب البلاد أمريكا ماضية في مشروعها وأما لسان حالي مادورو فيتلخص بعبارته الشهيرة التي وجهها منذ أشهر لدونالد ترامب حين حذره من أن كاركاس سترد بحزم على أي عدوان أمريكي ولكن هل يملك ما يكفيه من أوراق؟ في يد خليفة إيغوت شافاز دعم الطبقتين الفقيرة والمتوسطة من الشعب وربما الأهم دعم الجيش الواضح له وأما المقارنة بين النسختين السورية والفنزولية فلا تجوز إقليميا إذا جاز الوصف فالمحيط الإقليمي لفنزولا صديق بمعظمه لكاركاس على عكس دمشق وها هو مثلا سفير بوليفيا لدى الأمم المتحدة ينضم إلى نظيره الفنزولي ليؤكد أن اجتماع مجلس الأمن من شأنه أن يمثل عقبة بدلا من أن يساعد على حل الأزمة دكتور خيرا لسؤال أخير وسريع هل سيصمد الرئيس مادور أمام هذه الأزمة برأيك؟ لست أدري ما أنا متأكد منه أن ما تقوم به الولايات المتحدة في فنزولا وفي سوريا وفي بعض الدول العربية هو تحدي بالدرجة الأولى لهذه الشعوب تحدي لمدى وعيها الوطني لمدى نضجها السياسي وحرصها على أن تقوم بما يلزم للدفاع عن نفسها وشعبها وأوطانها وسيادتها تحاول الولايات المتحدة أن تتابع ما تعتبره مصلحة لها لكن هناك مصلحة بالمقابل بعدين المقارنة بين فنزولا وسوريا كانت هناك ولا تزال حرب عالمية على سوريا لن تتوفر ولا تتوفر في فنزولا ليست الولايات المتحدة وحدها التي تحركت يعني فنزولا ما عندها تركيا وسعودية وقطر شكرا دكتور داود خيرا لأستاذ القانون الدولي في جامعة جوتشتون على جمع ميكا لنا هنا في الستوديو والآن مشاهدين نعيد تذكير بعناوين المسائية وسط مطالبات باستكمال التحقيق في مزاعم التدخل الروسي ودعوات إلى عزله ترامب يحاول الالتفاف على معارضيه بتعينه مدعيا عاما جديدا ويطالب الإعلامين والساسة بإنصافه لفات ساخنة بانتظار ترامب في جولته الخارجية توسيع الحجد ضد إيران ومستقبل التوازن مع روسيا عصب استراتيجيته في المنطقة وصنطن تلوحه بالفوضى في فنزولا وبتحويلها إلى سوريا أخرى وما دوره يحذرها من أي عدوان فهل تسعى لحرب أهلية بعد فشل المعارضة للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقع الميدين على الانترنت الميدين.net والموقع بالإسبانية اسبانول.الميدين.net وصفحات الميدين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى هنا تنتهي المسائية شكرا للمتابعة وإلى ذلك شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة